طبعا أهمية المجلس أولا أنه تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وهذا يعكس مدى أهمية قيادة الإمارات في جيل الشباب وتم طبعا الكلمات افتتاح المؤتمر كانت شخصيات رائدة ومهمة من وزراء ومن شيوخ وشخصيات كبيرة في الإمارات أيضا تعكس مدى اهتمامهم وعجبني بأن الوزراء كانوا جالسين جنبا إلى جنب مع الطلبة فحسيت بأننا نحن كلنا أسرة واحدة نحاول أن نرتقي بالإمارات إلى الأعلى وطبعا المحاور الجلسات مختلفة من مسبار الأمل إلى الاقتصاد الإبداعي إلى المعرفة فهذا أيضا يدل على جهة الإمارات المستقبلية وما مدى اهتمام الإمارات في هذا الجانب أتمنى أن لا نستطيع أن نجاوب على جميع سؤال الشباب أتمنى أن يكون هناك أسئلة أكثر من إجابات لأن هذه الطريقة يتطور الإنسان وكما رأينا هناك أسئلة كثيرة وهذا يدل على العقل الواعي للطالبة وطالبات الإماراتيات